تمر الأيام والسنين ويتطور البنيان عن يمينها وشمالها إلا أن أم عبدالله ما زالت رقما ثابتا لزوار الواجهة البحرية بالخبر رغم فخامة ما حولها من مقاه ومطاعم إلا أنها ببساطتها تغلبت عليهم بديتها طويلة العمر فيها زي ما قلت لك هي معانا سيبنا المعاناك على حالها وبدأنا ومتخوفة يعني من الناس ولكن كان المجتمع الذي معي في هذا الوضع وكنت باديةها مبدع حلو مكتمل الكورنيش الأغراب اللي عبي دلاله واللي عبي قهوته واللي يتقه هو ويفرش على الكورنيش بكل أدب واحتراء عشرون عاما من الثبات لم تأتي من فراغ فإصرارها على العمل خلق من ظروف الحياة الصعبة التي أجبرتها للعمل والتربية وتحمل ما لا يتحمله إلا قلب أم فلم يهدأ لها بالا حتى اشتد قوام فلذات كبدها أعمارهم اللي من خمس سنوات ست سنوات عشر سنة يوم بديتي والله نمصار مع بعضهم والحين صاروا كبار والله والأغلبية هم البنات يعني عندي الله الولدين ولدين والحمد لله اللي متوظف واللي متخرج من جامعة كندا والحمد لله رب العالمين يعني أمرهم طيبة أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عملي حب من أول حياة وهم وهمي اللي كتر خرها داب خرها في دمي وعايش فيه أمي تذوقت شاي أم عبدالله وحاولت معرفة سر تمييزه وشهرته ووجدته يمتزج بالبساطة والنية الطيبة وقصة كفاح عظيمة عندي الكرك وعندي القهوة العربية ما شاء الله وأخذها من قلبي والله شغل يعني من قلبي كان لعيالي وما أبغى أخذ فلوس مثلا عند الحين أسأوي هذا أبغى منها مادة لا والله ما أبغى منها مادة واللي يجيني أنا أكتنع فيه واللي ما عنده شيء الله يستحن عليه إلى الآن وشوفني مستاجرة والله عندك شيء ولدي ستر ما واجهنا أم عبدالله ليست بائعة شاي وحسب بل هي أحدى معالم الواجهة البحرية بالخبر فشهرتها تجاوزت حدود المنطقة للأخبارية عبدالله الشهري الخبر